بداية جديدة نعمل ايه بقى؟ يعني احنا اتكلمنا دلوقتي عن حاجتين مهمين قوي حاجة الاولانية انا اكون ايجابي استخدم لغة ايجابية وانا باستخدم لغة ايجابية مع ولادي ان انتوا هتقدروا وانا هقدر عندي امل عندي رجاء في ان انا ممكن في السنة الجديدة اعمل تغيير وممكن يكون التغيير ده 180 درجة تغيير جوهري وانا بقولك ان انت تقدر تعمل كده وانت تقدر تعملي كده حاجة تانية ان انا اقفة صدقة مع نفسي علشان اشوف التصرفات اللي أنا بعملها المشاعر اللي بتمر بيا معظم الوقت اللي أنا لازم أتوقف عنه في سنة 2020 كفاية بقى كفاية كفاية أخطاء وكفاية زنوب وكفاية خطايا كفاية إحنا محتاجين إن إحنا نقف مع نفسنا وقفة حقيقية لسنة 2020 وناخد قرار ناخد قرار من أهم القرارات اللي أنت ممكن تاخدها في حياتك إن أنت تكون متزن أي أب متزن أي أم متزنة هيقدروا يربي ولادهم بطريقة صحية والاتزان في الحياة محتاج مني سبع جوانب الجانب الأولاني هو الجانب الروحاني وهي علاقة بربنا أبدأ سنة 2020 بعلاقة قوية بخالقي عايز أقولك على جملة كده حطاها في دماغك لا يمكنك تحسين علاقتك بولادك قبل ما تحسن علاقتك بنفسك وما تقدرش تحسن علاقتك بنفسك قبل ما تحسن علاقتك بخالقك فالجانب الروحاني هو أهم جانب هو اللي أنت هتبدأ تبني عليه أخلاقك وقيمك وتسامحك وهتكون قدوة بالنسبة لولادك فالجانب خد قرار بأن أنت تزبط الجانب الروحاني في حياتك في عام 2020 الجانب التاني الجانب الصحي إزاي هقدر أجيب طاقة لولادي وسط الضغوط اللي أنا فيها دي كلها وأنا صحتي مش مظبوطة اهتم بصحتك اهتم بالأكل اللي أنت بتاكله أنت أولادك اهتم بالرياضة عشان تقدر أن أنت يكون عندك الطاقة أن أنت تقعد مع ولادك وتلعب معاهم وتقدر تقعد معاهم لحد ما هم يخلصوا الطاقة بتاعتهم الجانب الأسري قبل الجانب الأسري فيه الجانب الشخصي اللي هي أنا بقى أنا كأب ناوي تتعلم إيه عن التربية أنا كأم ناوي تتعلم إيه عن التربية إيه المهارات اللي أنا هتعلمها جديد إيه المهارات والصفات اللي أنا هنميها في نفسي زي ما إحنا كنا بنتكلم من شوية من أهم المهارات في التربية الصبر إن أنا يكون عندي صبر إن أنا أتكلم مع ولادي إن أنا يكون عندي صبر إن هم يغلطوا إن أنا أسامح وإن أنا أعيد مرة تانية وإن أنا أتابع أنا ما أزهقش ما بقاش عايزي النتائج سريعة الصبر من أهم المهارات إزاي هتنمي في نفسك الصبر إزاي هتنمي في نفسك المرونة أنا كأب أو أم محتاج يكون عندي مرونة عالية جدا وأنا بتعامل مع أولادي يكون بفكر بإبداع إزاي أقدر أوصلهم المعلومة اللي أنا عايز أوصلها لهم بدون فكرة النصائح أوصلها لهم من خلال قصة من خلال قدوة من خلال حكاية أنا عايز أقولها لهم علشان أوصل لهم المعلومة في مرونة علشان أوصل لهم المعلومة الجانب بعد كده الجانب الأسري وخدوا بالكم بقى كل أب وكل أم من اللي أنا هقوله ده واحد من الناس المفكرين قال لا تضع الأشياء الأقل أهمية قبل الأشياء الأكثر أهمية ما تخليش الأشياء الأكثر أهمية تحت رحمة الأشياء الأقل أهمية راجع نفسك يا ترى الأسرة أولوية كبرى في حياتك رقم واحد في حياتك انت حطت أسرتك وانت حط أسرتك وحط أولادك رقم واحد في حياتك يعني إيه؟ يعني أنا فعلا الأسرة بالنسبة لي أهم حاجة في حياتي ولا لأ؟ حط الأسرة من الأولويات في حياتك كراجل وأنا الكلام ده بقوله تحديدا لكل راجل حط الأسرة رقم واحد في حياتك بعد كده الجانب الاجتماعي وعلاقاتي في المجتمع بعد كده الجانب المهني ومهنتي بعد كده الجانب المادي وهي الفلوس لازم أكون متزن عشان أقدر أكون أب وأم ناجح مع أولادي